لا من يدعو غيره لمقاطعة التعديلات الدستورية هو في الحقيقة يعني مثل هذه الدعوات عائق عائق تريد أن ترجع بالناس مرة أخرى ونحن نقول المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية هذا يعني واجب وطني استحقاق وطني ينبغي أن ندلي فيه برأينا ومشاركتنا ومشاركتك في مثل هذه الاستحقاق الوطنية يعني تكتب لك عند الله سبحانه وتعالى أنت بهذا لا تستقل نفسك أنت مواطن متفاعل مع مجتمع كل ما تفعلت وهذه الهمة الصادقة وهذا الإحساس بأنني أبني الوطن وأنني أشارك في تقدمه وتنميته واستمرار سيره الحثيث إلى الريادة والقيادة هذا الإحساس في حد ذاتي غير الكون إنما الأعمال بالنيات والله سبحانه وتعالى يعني كلما أثبتنا من أنفسنا الصدق صدق النواية وإرادة الخير للوطن وأن ذلك يعني أننا نريد أن يحفظه الله تعالى وأن يقيه شر المؤامرات التي تحاك به في الشرق والغرب بعد أن ننظر إلى من حولنا وما حولنا من الدول التي حصلت فيها الفتاة والتي تفرق أهلها وشردوا هنا وهناك وننظر إلى ما نحن فيه من الأمن والبناء يعني تجاوزنا وعبرنا عبور الأمن وعبور التنمية ونمضي قدما بفضل الله تعالى وتوفيقه كله بتوفيق الله يعني الله عز وجل حفظ مصر وجعلها كنانته في أرضه والكنانة هي جعبة السهام يعني موضع سلاح المقاتل يعني هي العدة التي يحفظ الله بها الدين ويحفظ بها الأرض ويحفظ بها العرض سلامتك وسلامة أهلك وسلامة أسرتك من فضل الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نشكر الله عز وجل على ما أقامنا فيه وأن نستشعر نعمة حتى يزيدنا منها لأن ننقص إلى الخلف مرة أخرى كما نطلب من الناس